السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبايا بقلبي اخباركم ايه يا ربي ده من تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دايما لو لسه مشتركتش معاه في القناة اشترك في القناة في زراء راح مرتحت عليه كلمة اشتراك اضغط عليه وفعل الجرس واضغط لايك للفيديو عشان يوصل لكل جديد وزي ما احنا متعودين موجز لاهم اخبار اليوم الخميس ان شاء الله وطبعا البيان اليوم لوزارة الصحة اهم خبر الصحة للأسف بتعلن نهاردة تسجيل 168 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر و13 حالة وفاة العداد بتزيد ربنا يسطر علينا الى ايام الجاية وخاصة يوم شام النسيم النهاردة كان فيه اجتماع مهم جدا لرئاسة مجلس الوزراء والوزراء كلهم وتم اتخاذ اجراءات حاسمة هيتموا تطبيقها يوم شام النسيم منها اقاف جميع وسائل المواصلات والمترو والتنقل بين المحافظات يوم شام النسيم تطبيق اجراءات الحظر من حيث غلق المولات التجارية والمحلات يوم شام النسيم رئيس الوزراء برضو بيكلف الداخلية بمتابعة يوم شام النسيم واتخاذ الاجراءات اللازمة الحكومة النهاردة قررت ان هي تحدد اسعار منتجات التعقيم ونبهت على كل البائعين انهم لازم يعلنوا الاسعار الرسمية الاوقاف النهاردة اهدت وزارة الصحة الف قناعة للحماية من فيروس كورونا حصيلت وفيات فيروس كورونا في العالم بتتخطى المية واربعين الف حالة وفاة حول العالم واكتر من اتنين مليون ومية وخمسة الف حالة ربنا يسر يا رب يتوقع خبرها هيات الارصال الجوية ان بكرة ان شاء الله يكون فيه ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بارد ليلا ان شاء الله والعظمة بالقاهرة تمانية وعشرين اشترك معنا في القناة وفعل الجرس ويطلق لك للفيديو عشان يوصل لك كل جديد كنت معاك ويحلي داود مع السلام